السلام عليكم طلاب الصف الرابع كيف حالكم أعزائي الطلبة؟ اليوم في حصتنا للغة العربية سنقوم بشرح قاعدة الكتابة صفحة 41 وهي قاعدة جميلة كتابة الألف البمدودة والألف المقصورة وبعدها سنأخذ إملاء قصير جدا هيا بنا نستعد نقوم بفتح الكتاب صفحة 41 هيا معا أملأ الفراغ في كل عمود على نمط المثال زي ما احنا شايفين ينجو نجا يمشي مشا طبعا هون ينجو الفعل مضارع يشكو يدعو جبهوها أفعال مضارعة يمشي يروي يطوي أفعال مضارعة خلينا عندي الفعل الأول ينجو ينجو ماضيها نجا يشكو شكا يدعو دعا يروي روا يطوي طوا لكن بدي أميز أنا كتابة الألف الممدودة والألف المقصورة كيف أميزها عن غيري؟ عن الممدودة والمقصورة بالأفعال زي ما احنا بنعرف نحول الفعل لفعل المضارع إذا كتب آخر هو واو تكتب ألف ممدودة يمشي مضارع عياء مشا يمشي إذن مشا تكتب ألف مقصورة لأنه كتبت على ياء القاعدة ستعرض عندكم الآن طبعا ها هي القاعدة تكتب الألف قائمة في الفعل الثلاث الماضي مثل نجا طيب ليه كتبناها نجا على ألف ممدودة؟ إذا كانت منقلبة عن واو في الفعل المضارع اللي هو شو مضارعها؟ ينجو عواو فأكتبها ألف قائمة ممدودة وتكتب الألف المقصورة في الفعل الثلاث مثل مشا إذا كانت منقلبة عن ياء في الفعل المضارع طبعا مثل يمشي يمشي إن قلبت عياء فأكتبها ألف مقصورة عندي مثال آخر يروي روا يدعو دعا تكتب هذه القائمة على دفتركم يا رابع الآن ننتقل لحال الأسئلة طبعا عندي يشكو شكا منقلبة عن واو رح أكتبها ممدودة وهون يدعو ممدودة يروي عياء يطوي عياء إذا مقصورة السؤال الثاني بالعكس طالب مني نكتب المضارع الأول نطالب مني الفعل الماضي السؤال الثاني المضارع من الفعل صحة ممدودة إذن ديكون على واو يصحو محى يمحو بنى يبني وبرى يبري السؤال الأخير خلتلكم إياه واجب إنتوا تكتبوه يعلو رح تكون منقلبة عن واو إذن رح أكتبها على ألف قائمة ممدودة أحسنتم يجري منقلبة على ياء رح أكتبها ألف مقصورة أحسنتم تكملوا كتابة التمرين الثالث تبعتوا لي عن منصة يا رابع الآن استعدوا للإملاء هيا بنا نحضر دفتر الإملاء ونكتب اليوم والتاريخ يا رائعين نحيا سأبدأ الإملاء أحمد أحمد طفل نشيط أحمد طفل نشيط نقطة نكمل على نفس السطر أحمد طفل نشيط صحى من نومه مبكرا صحى من نومه مبكرا بدنا ننتبه لكتابة الألف الممدودة والمقصورة صحى ونرجحها لا مضارعها حتى أعرف كتابتها صحيحة تكون الإملاء عندي صحى من نومه مبكرا فاصلا ومشى إلى الحديقة ومشى إلى الحديقة نقطة وسطر جديد شاهد أحمد النملة وقد بنا قريته شاهد أحمد النملة وقد بنا قريته شاهد أحمد النملة وقد بنا قريته قريته فاصلا ومضى يعمل ومضى يعمل بجد ونشاط ومضى يعمل بجد ونشاط نقطة طبعا بدأ أعيدها سريع جدا هذه الإملاء قصير حكيت لكم منها لأنه قصير جدا لكنك تنتبه لكتابة الألف الممدودة والألف المقصورة أحمد طفل النشيط صحى من نومه مبكرا ومشى إلى الحديقة شاهد أحمد النملة وقد بنا قريته ومضى يعمل بجد ونشاط بهيك إحنا خلصنا لحصتنا لليوم بتبعتوا لي الواجبات أول بأول يا رابع على المنصة ويعطيكم العافية إلى اللقاء